اسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد الذي له كل المجد الى الابد امين تعرفونا جميعا ويعرف كل من يتابع رسالتنا وخدمتنا في مصر طول السنين اللي فاتت ان النور الذي يخرج من فم الرب يسوع المسيح انار في قلبي في بداية خدمتي وفي شبابي بصوت واضح ودعوة واضحة ومحددة ان احب المسلمين واضن انكم سمعتم هذا الاختبار قبلا حينما اغلقت باب حجرتي علي وركعت اصلي وكان هذا هو صوت الرب الي في قلبي وهنا صرخت الى الرب كيف استطيع ان احب كل هؤلاء المسلمين بقلب الصغير هذا وهنا كانت اه اه اجابة الرب او صوته في قلبي مرة اخرى اسألني وانا اعطيك وهكذا ظللت اتضرع الرب ومن تلك الساعة ومن ذلك اليوم فاضى في قلبي حب عميق ليس من هذا الظهر نحو المسلمين لا مجاملة فيه ولا اصطناع فيه ولكنه كان بالكامل هو عطية الله وهكذا اخذت اعلن واعبر عن هذه المحبة للمسلمين قليلون جدا هم الذين استطاعوا ان يميزوا اه علامات وصوت المحبة واخلصها و ولكن الاكثرين اه فيه يعني فاضوا بالكراهية ورفض المحبة ولما بقول الاكثرين فاضوا بالكراهية لا اعني المسلمين وحدهم كثرة من المسلمين لم يستجيبوا لداء المحبة ولكني اعني ايضا ان كثرة من المسيحيين اه فاضوا ايضا برد فعل من الكراهية اذا فدعوتي الى المحبة قوبلت في القليلين بتصديق الحب بينما قوبلت في الاكثرين مسلمين ومسيحيين بالكراهية وهنا اخذت اتأمل الموقف جيدا لماذا يصر هؤلاء المسيحيين على الكراهية رغما عن وصية الانجيل بمحبة الاخرين التاريخ في الحقيقة مليء بحوادث كثيرة اتطهد فيها الولاء المسيحيين المسلمين الاقباط في مصر مثلا و و يعني عملوا اشياء اه غير مقبولة في التاريخ يعني يعني مثلا العواميد اللي تبنى عليها جامع عمرو ابن العاص في مصر الاديمة هذه الاعمدة اه نهبت من الكنائس اللي هدمت في في ذلك الوقت عشان ياخدوا العواميد من الكنيسة ويبنوا بيها الجامع و طبعا من هذه القصص اه شيء كثير اه ولا اه كثيرون كانوا ظالمين واتهدوا المسيحيين اه وهكذا ومن ثم فقد خلف هذا اه مرارة وكراهية عند هؤلاء الاقباط الاكثر من هذا شرا ان البعض اراد ان ينتقم لنفسه وينتقم ل اه لما حدث في التاريخ بانه اه يسب المسلمين و و و ويسب الاسلام و ورسول الاسلام و ويجرح و وهو يعتبر انه ان ما يعمله هو نوع من التبشير والشهادة للمسيح حقيقة الامر ان الكراهية لا تواجه بالكراهية و الا فانت مهزوم حتما ولكن النار لا يطفها الا الماء والكراهية لا يبطلها الا المحبة فالذين اه اتسجنوا انا شاهد انهم اتسجنوا و اتسجنوا اه يعني بظلمة من غير حكم قضائي ولكن ذهبوا اه يبحثون عن الانتقام وعن الكراهية لم يمجدوا المسيح ولم يعلنوا المسيح لان المسيح محبة ما هوش كراهية هما اعلنوا ابليس بس بالاسف الشديد اعلنوا ابليس في اسم وباسم يسوع المسيح فقد اساءوا الى المسيح والى البشارة والى الانجيل اكثر مما تخيلوا انهم سيكونوا مصيبين وانهم بشروا بالمسيح بعد احداث حرق الكنايس في وقت الاخوان المسلمين احد اصدقائي من القصوص الانجليين اللي اسق في كلامه ذهب في زيارة الى بلده في الصعيد وعاد وقال لي بالحرف الواحد ان هذا البث من الكراهية اللي اللي عمله هؤلاء المسيحيين الكارهين كان احد اسباب اذكاء نار الفتنة واحراق الكنايس انا مش مش بدافع عن الذين احراقوا الكنايس لكني بألوم على الذين واجهوا الكراهية ب اساليب الكراهية التاريخ المسيحي في مصر مليء بالقصص اللي فيها نجح المسيحيين انهم يحدثوا انجازات وانتصارات قوية بالمحبة وبالانجيل ايضا في مواجهة الصراع مع الولاة المسلمين في مصر انا حكيت الحوادث وباختصار البطريارك بطرس الجولي في سنة من السنين النيل جي منخفض وما كانش فيه لا سد عالي ولا خزان اسوان ولا مكينات رفع المية بالمواتير ولا كل هذا معنى ان النيل يجي منخفض ان الارض ما تترويش وان الناس ما تزرعش ان يبقى فيه مجاعة وذهب البطريارك مع كهناته ووقفه على حرف النيل وعمل اداس وثم القى باربانة من الحمل فيه النيل وهكذا ارتفعت ميات النيل وامتلأ النيل من المياه معجزة خطيرة نعم معجزة نقل جبل المقطن فيه ايام البطريارك ابراهام ابراهام ابن زرعة وكلكم تعرفونها واحنا في المقطن دلوقتي وعارفين القصة وعارفين ان المعز لدين الله الفاطمي اختفى من على عرشه بعد المعجزة لانه صار مؤمنا المعجزة الاخيرة على سبيل المثال للحصر هي قصة زهرة بنت محمد علي اللي كان بها روح نجس وذهب الانبا يوحن اه اه اثقف المنوفية وصلى لزهرة وشفيت ثم اه محمد علي سأله عايز كام اديك ايه انا انا مش عايز فلوس مال طلبتك ايه قالوا طلبت انك تصدر فرمان بالمساواة في الوظائف بين المسيحيين والمسلمين وهكذا من ذلك التاريخ قبل التاريخ ده كانت جدتي تحكي انه المسلم كان يبقى ماشي في الشارع يقول للمسيحي اش مليان وصراني يعني امشي عالشمال ابتداء من هذا التاريخ اصدر محمد علي فرمان بالمساواة في الوظائف بين المسيحيين والمسلمين اللي جه واكد عليه جمال عبد الناصر لما قامت الثورة وطبعا الاجيال كلها اللي موجودة كلنا ما شفناش ما قبل المعجزة ولكن بدأنا نشوف ما بعد المعجزة اعني انه ان المسيحيين الحقيقيين الذين يحملون المسيح استطاعوا ان يواجهوا الظلم والاضطهاد بسيف الروح القدس وبقوة الحياة الغالبة للموت التي في المسيح يسوع واستطاعوا ان ينتصروا على هؤلاء الولاة الطغاء بالمحبة واستطاعوا ان يخضعوهم لمشيئة الله بالمحبة وليس بالكراهية ومن ثم فانا وظيفتي ان انور النور وكل واحد يختار اللي هو عايزه ان ان الكراهية لا تمجد الله ولا تحقق وصية المسيح ولا تعلن مجد المسيح والصحيح والمعلوم للجميع هو احب اعداءكم باركوا لعينيكم احسنوا الى مبغضيكم وصلوا لاجل الذين يسيئون اليكم ويطردونكم وانا قلت دلوقتي الامثلة كيف يستطيع رجال الله القديسون انهم يغيروا مشيئة الولاة والحكام بقوة الحياة وليس بالكراهية طيب دي الكراهية اللي عند المسيحيين ما هو سبب الكراهية اللي عند المسلمين يعني المسيحيين اضطهدوا وده عمل لهم كراهية طب يا مسلمين انتم بتكراروا المسيحيين ليه لا اضطهدوكم ولا اساء وليكم عندهم سبب والسبب اللي عندهم هو ان هناك نصوص في القرآن بتقول او هم فاهمين لان انا هوضح المعنى الصحيح تاريخيا دلوقتي ان المسيحيون ان المسيحيين كفار ان المسيحيين يعبدون ثلاثة اله ان المسيحيين يقولون ان الله اتجوز العزراء مريم وانجب منها المسيح ان المسيح مولود من الله معنى كلمة ابن الله اللي احنا بنقولها مولود من الله نسبا يعني زي ما انت ولدت ابنك وانجبت وولدت ابنتك وانجبت ابنك فان المسيحيين يقول ابن الله يعني المسيح ابن الله نسبا اتخذ الله ولدا وقبل ما اكمل كلامي واقول باقي الايات انه المسيحيين بيقولوا ان الله انه الله واحد من ثلاثة هنالك ثلاثة آلهة كما كان اهل قريش يقولون ان هناك اللات والعزة ومنات فالمسيحيين يقولون ان الله واحد من ثلاثة وان المسيحيون يقولون ان الله هو المسيح وهكذا الكلام وهذا كله يقع في طائلة الكفر ولهذا يقرهون المسيحيين لانهم كفار وانا اريد ان اسأل الان في هذا الاجتماع في كنيستنا وانا بكلمكم دلوقتي اريد ان اسأل اصغر شاب قاعد قدامي دلوقتي واسأل اصغر فتاة قاعدة في الاجتماع هل نحن نعبد ثلاثة الهة ونقول ان الله احد ثلاثة الهة هل نقول في ايمان المسيحي انا عايز كنت جاوب وعشان تبقوا الشهود للعالم اللي حيسمع الكلام بعد كده ماذا نقول داخل كريستنا هل المسيحيين بيقولوا ان الله اتجوز لعدرى مريم هل كل ما ذكرته صحيح وحقيقي بالنسبة لإباننا المسيحي طبعا انا انا بعمل موجهة عملية جوا الكنيسة وكلكو حاضرين ويسمعين عشان يبقى الشهادة واضحة للعالم الاجابة لا غير صحيح لا هذا ولا ذاك اذا فمن اين اتى هذا الالتباس الذي جعل القرآن الكريم ينسب الى المسيحيين كل هذه الاتهامات غير الحقيقية هل كان هذا افتراء على المسيحيين ام كان له سبب اخر السبب المعروف في التاريخ للباحثين وانا هشرح لكم دلوقتي هو انه كلمة النصارى الواردة في القرآن الكريم الجميع تعلموا وفهموا وقالوا ورددوا ان المقصود بها المسيحيين والحقيقة ان احنا المسيحيين لسنا النصارى من هم النصارى اذا اللي في القرآن الكريم اللي حصل معاهم هؤلاء هذه المواجهة هؤلاء النصارى هم شيعة او بدعة من البدعة التي قطعتها الكريسة المسيحية والقصة على النحو التالي انه في سنة ربعمية واحد وتلاتين ميلادية انعقد المجمع المسكون في افاسوس لمحاكمة بطريارك القسطنطينية ايه فين هي القسطنطينية الوقتي القسطنطينية الوقتي هي اسطنبول اللي في تركيا انعقد مجمع لمحاكمة بطريارك القسطنطينية بسبب انه قال كلاما فيه هرتقة على الامان المسيحي ليس هذا هو وقت شرح بدعة نسطور النتيجة انه الاتحد بابا روما وبطريارك الاسكندرية على حرمه وحرموه واتفق معهم الامبراطور سودوسيوس وقرر خلعه من كرسي ونفيه البطريارك نسطور كان رجل ذو سطوة كبيرة فاخذ كل اتباعه برؤوس اموالهم بعائلتهم بكل شيء وذهب الى من هو عدو الامبراطور اي ملك فارس ومن هنا فان ملك فارس سكن نسطور واتباعه في الساحل بتاع الخليج العربي من ناحية ايران ناحية فارس ومن هنا تمدد نشطهم من ايران الى الجزيرة العربية وانتشرت مسيحيتهم النسطورية في شبه الجزيرة العربية ومن ثم فان هؤلاء كانوا يقولون انهم مسيحيين وهم فعلا خارجين من المسيحية ولكن هم شيعة من المسيحية هم بالنسبة لنا خارجين عن الامان هراطقة وهؤلاء هم النصارى ومن ثم فان الشيخ اللي سب الامان المسيحي وقال انها عقيدة فاسدة قال انا مستعد اروح المحكمة ده انا بفسر القرآن انا مغلطش انا لان القرآن بينسب الى النصارى امور بهذا الشكل لكننا لحن لسنا النصارى نحن المسيحيون ولسنا النصارى البزئية التانية هي انه ما قيل عن عيسى ابن مريم وبنفس التأكيد اود ان اؤكد عشان يبقى الكلام واضح للجميع ان عيسى ابن مريم شخصية قرآنية تنتمي الى القرآن وهو ليس يسوع المسيح مسيح الاناجيل انهم اتكلموا وقدموا المسيح بصورة مشوهة هذه ليست مسئوليتي لكن مسئوليتي ان انا ورلك ووريك الحقيقة ان عيسى ابن مريم اللي اللي عندك في القرآن الكريم انت بتقول انه عبد اه عبد وبتقول انه هو ليس ابن الله طبعا عيسى لا ابن الله ولا وهو عبد وهو كل ما تريده لانه هو في الحقيقة ليس هو يسوع المسيح قل في عيسى ما تشاء انا ما عرفوش عيسى وانا ما ليش دعوة بعيسى انا ما عرفش عنه حاجة عيسى شخصية قرآنية قل فيها ما تشاء ولكن لا تنسب ما هو مكتوب في القرآن الكريم عن النصارى الى المسيحيين احنا مش النصارى واذا كنتوا انتوا طول التاريخ فاهمين او بتسموا المسيحيين النصارى انتم غلطانين غلطانين في الفهم وفي التسمية وعندكم مشكلة في الدراسة التاريخية او معرفة الحقائق كما هي وانا قد انرت الان الحقيقة وقل في عيسى ما تشاء فعيسى ليس هو يسوع المسيح هو شخصية قرآنية نحن شيء اخر ومن ثم فان مشكلة الكراهية اللي مش عايزة تتزحزح سببها هذه النصوص القرآنية ضد عيسى وضد النصارى وهكذا قصدت ان انا اعلن هذا الاعلان جوه الكنيسة بتاعتنا وليس على الفيديوهات عشان يصير اعلان رسمي ويصير الى الجميع نحن لسنا النصارى انتم تلتبسون في الفهم وعليكم ان تراجعوا التاريخ او تسمعوا مننا ما هي الحقيقة وعيسى ابن مريم ليس هو يسوع المسيح ومن ثم فان حاجز الكراهية والتكفير اللي اتبنى على هذي المواصفات نحن خارجا عنه لان المشكلة اللي اللي مسببة الاسرار على الكراهية انه بيقول لي مش انا اللي بكفرك ده ربنا في القرآن عندي هو اللي بيقول عليك انك انت كافر وانا لازم اسمع الكلام ربنا فانا بيقول لك الحقيقة اسمع كلام القرآن كما تشاء و وصدق كل ما فيه كما تشاء بس انا مش مش النصارى ويسوع المسيح بتاعي ليس هو عيسى ابن مريم هذا الاعلان يمكن ان يكون قادر وكافي للي عايز يبحس عن المحبة واللي عايز يبحس عن الفهم ولكن الذي هو مصر على الكراهية او بيتغزى على الكراهية او الكراهية والتكفير بيدونه نوع من من الاحساس بالتميز والعزة فاحب اقوله انه الكراهية حتما مهزومة كما انهزم داعش امام من كان يقول عنهم كفار هكذا ايضا فان كراهيتك ستنهزم امام محبتي الحقيقية لان النور هو الاقوى ان يهزم الظلمة والحب هو الاقوى ان يهزم الكراهية يتبقى الان حتى يكتمل الفهم انه انا ديانة اخرى غيرك انت لست وصيا على ايماني وليس القرآن الكريم وصيا على الانجيل القرآن يقول اللي هو عايز له احترامه وله سلطانه على ان يطيع المسلمين لكن انا ديانة تانية اللي بيحكمني هو الانجيل واللي بيقود ايماني هو الانجيل وليس من حقق ان تحكم على ايماني من خلال القرآن وليس من حقق ان تتدخل فيه تفسير الانجيل يجي شخص عايز يفهم ويقول لي خلاص انا مش مش تدخل وليس تكفير لكن يعني عايز افهم عشان ضمير يرتاح انتم تقولون بعسم الاب والابن والروح القدس اليس هؤلاء ثلاثة فكيف تقول انكم تعبدون الها واحد الاجابة كما ذكرتها لكم مرات كثيرة من منتهى الوضوح هي ان الله هو النور الحقيقي الذي لا نهاية له الذي لم يراه احد وان هذا النور لابد ان يكون له شعاع شعاع النور هو ابن النور هو المولود من النور وليس ان المسيح جسد المسيح اللي مخلوق من جسد العزراء مريم اللي مخلوق من الارض هو اللي ابن الله ابن الله هو شعاع النور اللي خارج من أصل النور اللي هذا كان فالله قبل العذراء مريم ما تتخلق وقبل جدها آدم ما يتخلق لأنه إذا لم يكن للنور شعاع يبقى لم يعد بعد النور نورا ومن ثم لو قلت إن النور وشعاع النور كيانين منفصلين يبقى فقدنا حكمة العقل النور وشعاع الكيان واحد يتبقى السؤال عن ما معنى التجسد أنتوا تقولون أن الله هو المسيح لا يوجد نص فيه الإنجيل بيقول الله هو المسيح النص اللي في الإنجيل بيقول الله ظهر في الجسد فيه فرق بين أنك تعمل لبس في الفهم وتقول الله هو المسيح لأن الله لا نهائي والمسيح ظهر في الجسد المحدود وبعدين فحينما تقولها بالطريقة اللي أنت بتقولها أن يقولون الله هو المسيح تعمل لبس وتضليل فيه الفكرة لكن ما نقوله نحن ما قاله الإنجيل أن الله النور اللانهائي ظهر في الجسد وليس أن الله غير المحدود الذي لا نهاية له بقول عنه هو المحدود هو تغيير في أماكن الكلمات حتى يحدث التباس يصنع لغط في الفهم وأديني قلت الصحة أنا بقول أهو ما هو نص الإنجيل نص الإنجيل هو الله ظهر في الجسد فإذا النور اللانهائي يملأ الكون كله ولكن شعاع النور الأبدي ظهر في جسد المسيح وليس أنه النور اللي مالوش أول ولا آخر انضغط وتحط جوه جسد المسيح الله ظهر في جسد ومن هنا ففكرة التضليل في صياغة العبارات أن نفس الكلمات اتغير أماكنها عشان تخرج المعنى عن حقيقته وتودينا لمعنى مشوش وهو لم يقال في الإنجيل لم يقل الإنجيل الله هو المسيح لكن قال الإنجيل الله ظهر في الجسد ففي فرق بين الطريقتين في التعبير دي بتقول الحق اللي احنا بنؤمن به أن اللانهائي لم يحد في الجسد المحدود لكن اللانهائي ظهر في إنسانية المسيح ومن ثم يتبقى السؤال طب أدي آب ودي الإبن النور والشعاع ماذا عن الروح القدس خالق الأرواح اللي خلق روحي وروح كل واحد فينا ليس له روح الروح القدس هو روح الله فإذا أنت النهاردة قلت عن مكسيموس أنه كيان كيان وروح مكسيموس كيان تاني يبقى فقدنا العقل والحكمة مكسيموس وروح مكسيموس كيان واحد لا يمكن تجزئته ومن ثم فنحن نقول بإسم الآب والإبن والروح القدس أي بإسم النور وشعاع النور وروح النور الروح القدس هو روحه فإذا أنا حينما أقول بإسم النور وشعاع النور وروح النور أنا مش بكلم عن ثلاثة آلهة لما أقول مكسيموس روحه جسده نفسه أنا مش بكلم عن ثلاث بني آدمين أنا بكلم عن بني آدم واحد روحه ونفسه وجسده التشبيه مع الفارق بين المحدود وغير المحدود لكني قد بيّنت الآن ليس لأنه أنا يعني هناك حكم على إيماني أنا حر في إيماني لو عايز أقول غير هذا حقول لأنا بؤمن به ما حدش له حاجة عندي ولكن أنا بشرح الإيمان علشان ما يبقاش عندك كراهية ظالمة وتنفتح للمحبة عشان نعرف نحب بعض ونعرف نعيش في مجتمع واحد لكن حتفضل أنت واللي بيعلموك بيقولوا على مكسيموس كافر بس ما تقولش ده في المايكروفون نقولوا في السر طب ما الكراهية هتفضل موجودة وحتفضل الكراهية تسمر كراهية وقتل كما حدث في التاريخ أنا بقدم المحبة وبنور الزهن وبأنزع الالتباس علشان أساعد الآخرين إنهم هم كمان يحبوا سواء بتكلم عن المسيحيين اللي شربين الكراهية أو بتكلم عن المسلمين اللي مصرين على أن يكفروا المسيحيين باسم النصوص اللي موجودة في القرآن أنا علكت النصوص وشرحت ما هي المسيحية علشان المحبة تتقبل واللي مش هيقبل المحبة ستأكله نار الكراهية واللي هيقبل المحبة هو اللي المحبة هتنور فيه وحتساعده مش هتساعده هو هتساعد المجتمع هتساعد الوطن هتساعد الجميع على أن يعيشوا فيه تعايش أما الآن فلتكن محبة الله الآب ونعمة الإبن الوحيد وشركة الروح القدس مع جميعكم في المسيح يسوع آمين ترجمة نانسي قنقر